بالحقيقة بعد إعلان نتائج الانتخابات شهدت العملية السياسية هذا الانسداد انصح التعبير والسبب الأساسي والرئيسي لهذا الانسداد هو عدم قبول نتائج الانتخابات في الواقع يعني من قبل طيف من الطبقة السياسية هذا يدل على شيء بأنه هذه الطبقة السياسية لم تصل إلى مرحلة النضوج بحيث تقبل نتائج الانتخابات واللعبة الديمقراطية هي هكذا يعني المتتبع للتغيرات السياسية والتقلبات التي شادتها العملية السياسية في العراق يجب أن يقبل بهذا الواقع وهذا غير مبرر بأنه نشكك في نتائج الانتخابات وفي نزاهة المفوضية وفي نزاهة القضاة لأنه مثلا السيد أياد علاوي كان عنده 91 مقعد في يوم من الأيام حاليا لم يستطع حصول على مقعد حتى لابنته يعني فهذه اللعبة الديمقراطية والهى أسبابها الحقيقة أسباب منطقية وواقعية أداء الطبقة السياسية في الفترة السابقة يعني كانت أداء كارثي والنتائج متوقعة وخير دليل على ذلك انتفاض التشرين وهذه الدماء التي أريقت وإسقاط الحكومة والتشكيل كلها سببها تغيير مسار العملية السياسية النقطة الثانية قانون الجديد للانتخابات الذي صوتت عليه نفس هذه الأحزاب هذا القانون هو أسس وصمم لحد من سلطة الأحزاب على العملية السياسية والعملية الانتخابية وخير دليل على ذلك يعني اليوم عندما نرى النتائج وبالتحليل منطقي نرى بأن هذا القانون كان لتأثير كبير أيضا يعني إدارة العملية الانتخابية من بعض الأحزاب رغم أنه كانت تعتبر نفسها لديها خبرة واسعة هي إدارة فاشلة وهناك أمثال كثيرة أمثلة كثيرة نستطيع أن نضربها كل هذه الأمور عدت إلى هذه النتائج ولكن هناك طيف واسع من الطبقة السياسية تريد أن تقفز فوق الشرعية وفوق نتائج الانتخابات وأن تحاول بشتى الطرق والوسائل أن تحصل ما لم تحصل عليه من خلال صناديق الاقتراع يعني ابتداء أن تشعر أستاذ علي ابتداء أنت تؤمن بفرضية أن المسألة ستطول حوارات تشكيل الحكومة ستطول بسبب الخلاف على منصب رئيس الوزراء حصرا هذا واضح عندك هذا بالتأكيد واضح دكتور زيد لأنه الطرفين هناك طرف يتسلح بنتائج الانتخابات وطرف آخر يشكك ويتسلح بالشارع ويشكك في نتائج الانتخابات وكل طرف هو متمترس ويعني في موقعها فلهذا يعني العملية قد تشهد يعني إطالة وعلى حساب الشرعية وعلى حساب التوقيتات الدستورية وعلى حساب مصلحة المواطن العراقي والبلد لا يحتمل كل هذا التأخير والجهات التي تعترض هي تعرف جيدا بأنه أداءها لم يشفع لها كي تحصل على أكثر ما حصلت عليه لحد الآن وخير دليل على ذلك إذا كانت هناك جهة مقصودة يعني الإطار التنسيقي كان مقصود بهذه النتائج لا هناك دولة القانون داخل الإطار التنسيقي هو مقاعدة أصبح تقريبا ضعف فلهذا كل هذه المبررات هي غير منطقية وإنما كل الأسباب التي أشرت إليها هي سبب هذه النتائج التي أفرزتها وإذا المستقلين وحركة امدداد كانوا يعرفون ولديهم تجربة بإدارة العملية الانتخابية لحصلوا على أكثر من 150 مقعد لأن حاليا الأصوات التي حصلوا عليها هي أكثر من أصوات التيار الصدري أيضا لكن التيار الصدري هي الف FDP جيد